نعم الحرية طريق الله لك وطريقك لالله بالنهاية لأنك حر قادر تستقبل الله اللي جاية ولأنك حر قادر تسلك الطريق اللي بتوصلك لالله لأنك حر قادر تكون مؤمن بيسوع المسيح يلي هو الطريق طريق الله إلك وطريقك لالله إذن الحرية بهالصوم هذا معنيتها بالعمل الحرية هي أن تتواصل مع الله الذي بدأ وتواصل معك بابنه يسوع فمن هيك كثير مهم أنك تكون خر والحرية مرتبطة بالحقيقة الحرية ما ممكن تلتقي مع الكذب الحق بالمعنيين الحق بمعنى الحقيقة والحق بمعنى أنه يوصل لكل إنسان حقه تعرفون الحق والحق يحرركم ما فيك تكون حر إذا ما بتعرف القيم ما فيك تكون حر إذا مش قادر تميز مثلا الجمال عن القبح الخير عن الشر ما فيك تكون حر المعرفة أساسية في الحرية ومش المعرفة النظرية فقط لكن المعرفة الوجودية الحياتية أن تختبر في العمق علاقتك بيسوع المسيح يلي هو الطريق والحق والحياة من هيك كثير مهم أن تصغي إلى كلمة الرب يسوع لأنه هي اللي بتخليك تعارف الحق وتمشي في الحق وبالتالي ما تخاف تكون بالنور لأنه أعمالك معمولة بالحق وإلا بتصير تفضل العتمة وإذا فضلت العتمة على النور بتكون مش حر بتكون خويف بتكون جبان في يا ريت يا ريت هيك بكل بساطة منقدر نكون من الما بيخافوا من النور لأنهم ما بيخافوا من الحرية وإلا الله معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر